يعني كان السنة الفات فيه من نفسه في الدورة المصر. في الدورة عشان كان دخل كده. وكان المصر مركز الرابع والزمالك والاهلي كان طعم حلو. السنة دي الاهلي في مكان وبالباقي في مكان تاني. يعني حتى كمان يعني الاتحاد خمسة عشرين والما قولين تسعة عشرين سبقين الزمالك. اه. فهو لسه بدري. هو لسه بدري. لكن انا بقولك بالمنطق الفني ده الاهلي بيقدي مباريات هيلة. بدليل اخي المباراة كمان. من اللي بي نفسه. كان المقولين الوصيف. المقولين. كسب المقولين اتنين سفر. وقبلها كان لما كان الاتحاد كسب برضو بسكور. الله نورك. وملاعب مع تانتا. في عشر دقايق جاب تلتة اربعة تجوان. فيه شكل. وفيه جملة. وفيه اداء سريع. وفيه انتشار جيد. وفيه متعدد الهدفين. بالضبط فيه لعب جماعي وفيه امكانيات فردية. وفي تطور لكل لعب على حدها. انا بحيي. انا بحيي. اه. مدرب النادي الاهلي. مم لان حتى كنت سامعك فيه مقرنة بين بايلر. ومن والجوزيه. انا المقرنة هتروح في صالح بايلر. وهقولك ليه. السنة اللي فاتت. كان نفسي لعبت الاهلي. صح? مع المدرب اللي مشي. الاجنبي. اه. والسنة دي هم 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 مع مين مع بايلر. الزبط الوضع اختلف تماما. اختلف في السرعة وفي الاداء وفي الشكل وفي المضمون وفي التهديد. وفي الانسجام وفي كل حاجة. وعدم مرات الفوز العلامة الكاملة. اه. 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 بص دخل 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 في مرمكة. هدفين فقط. امام اسفور. يعني لا. يعني الوضع مختلف تماما. اه. فعشان كده باقولك اه. اه. من والجوزيه كان معاه شوية سحرة. اه. صح. كان معاه فريق قويض. اه. ابتريكة ومتعب والجمعة. وسايد معاه. وسايد معاه. لا كانت فرقة ما شاء الله. لهم كانوا منتخب مصر. بالزبط. اه. فالوضع هنا مختلف. فهم ما بنظلمش الراجل الموجود ده. الحاضر يتم معاه. اه. وشايفه. اه. لا كانوا فرقة فرقة. فر المكرنة. هدو افصل لح بايلر.